ايها السامعون صوت صراخي من جحيم العذاب هل من مجيب؟ هكذا يقول لسان حال النس واللوات يتعرضن للتعذيب والتعنيف الأسري الذي زادت وطيرته بعد العام 2003 بشكل وصفه كثيرون بالجنون ولم تنفع صرخاتهن المتواصلة لينقاذهن فالأعراف العشائرية لا تسمح لأحد بالتدخل والقانون يقف متفرجا ولم يبقي لهن غير مواجهة مصيرهن المحتوم بالموت أو بعاقات وتشوهات جسدية دائمة باحثون اجتماعيون أكدوا أن العنف لم يقتصر على الأسر الفقيرة أو غير المتعلمة بل تفشى بين كافة طبقات المجتمع وقد زاد حضر التجوال الذي فرض بسبب كورونا الطين بله كما يقال وانشغل الناس بالوباء وارتفعت نسبة التوتر والقلق ما زاد من المشاكل الأسرية كما يقول باحثون اجتماعيون وما كشف تزايد العنف الأسر مؤخرا وفاة ملاك الزبيد من محافظة النجف التي أصيبت بحروق بالغة بعد تعروضها لعنف أسري أسفر عن وفاتها في النهاية فهز وقع الفاجع الرأي العام العراقي وأثار استنكار منظمات حقوقية محلية ودولية صحيفة The National American قالت أن إجراءات الحجر الصحي في العراق والاقتصاد المتهاوي فتح بابا للعنف الأسري منتقدة عجز الحكومة عن تقديم الدعم لضحايا هذا العنف المتفاقم ورغم الضغط الكبير الذي سلطه الناشطون على الحكومات المتعاقبة في العراق لسن قوانين لحماية النساء من التعنيف الأسري إلا أن الحكومات المتتالية لم تقر أي من هذه القوانين وبقيت حبرا على ورق أما الأمم المتحدة فقد حذرت من ارتفاع وطيرة العنف في العراق في ظل جائحة كورونا وطالبت بإقرار قانون منهضة العنف الأسري مؤكدة أن تصاعد جرائم التعنيف يثير القلق ويجعل تشريع قانون يحاسب المعنفين أمرا حتميا وبأسرع وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر